لكن وإحنا بنتكلم على حصل المبارح والنادي الأهل فاس ده ما ينسناش الجملة اللي قالها الرئيس عبدالفتاح السيس أنه يتمنى أن يصل بيقولوله اعترضة إمتى يا ريس قال هردى لما دخل المواطن يبقى عشرين ألف جنيه هو ده ممكن ده الرئيس الجمهورية اللي قال يعم وهو يقدر يخلي كل واحد دخله عشرين ألف جنيه لأ كلام يتسيرب له شاي ده آه طبعا بس ده بالشغل يعني هو مش هيروح على مطبعة الفلوس يكلم أستاذ طرق عامر ويقول له اتبع فلوس ود كله مواطن عشرين ألف جنيه يعني ما كانش حده غلب يعني أو ما كانش فيه رئيس جمهورية في العالم إلا ما عمل كده يعني لكن هي الفكرة باختصار شديد هو بيقول ده نفسي ده حلمي ده أمنيتي بس الدولة عشان تعمل ده عايزة حاجات كتيرة جدا طبعا توفير مناخ للاستثمار توفير مناخ للإنتاج الناس تشتغل وتنتج وتتحرك هذا هو ده الطبيعي وده المعنى اللي أنا فهمته من كلمة الساد رئيس الجمهورية يعني ما انت مش هتعمل فلوسة لما تشتغل بس تعالى تتكلم علينا احنا على مستونا كأفراد هل ممكن انت في أول عشر سين من تخرجك تصل إلى دخل عشرين ألف جنيه آه ده سهل ده ممكن أكتر طب ازاي واحد أن تجيد قواعد العصر عايز تدخل سوق العمل ده أول حاجة لازم تعرف أن سوق العمل ما بقاش محله يعني ايه الكلام ده يعني انت تستطيع أن تلتحك بالعمل بأي شركة في العالم وانت قاعد جوا بيتك وجي لي مرتب أخير آه طبعا ويتحاول على البنك ودخل حلو وأحكي لكم قصة بكلم شاب خريج كمبيوتر ساينس كمبيوتر يعمل بقول له بتخرج بقالك الدقيق قال لي سنة ونص طب ايه الدنيا ناوي تشتغل فيه قال لي لا أنا بشتغل بشتغل ايه قال لي قدمت على شركة أمريكية لأفروع في العالم وتعقدت وبشتغل معهم بالساعة الساعة ب 15 دولار وبشتغل 8 ساعات في اليوم 5 ايامي ومن أجازة بقدت لهم رقم حسابي في البنك بيحاولون الفلوس بالدولار بشتغل ب 2500 دولار في الشهر 40 ألف جنيه آه و8 ساعات يومي مش محددة بس المهمي لازم بشتغل 8 ساعات طب تعال حلل بقى هو بعت للشركة يبقى بعت بلغة أجنبية يبقى واحد عشان تدخل قواعد العمل في العصر الحديث أن تجيد لغة عادة يفضل الإنجليزية اتنين أن يكون تجيد الإنترنت بقواعده مش بالشات لأن هذا الشاب عمل لنفسه مكتب جوا بيته قوضة وقفل عند 14 سنة وراء عامل هذا الكمبيوتر واشتغل يبقى يوجد قواعد التعامل مع الكمبيوتر واخد دراساته دوراته عمله ايه علي يقدروا يلتحقوا بالجامعات التكنولوجية وياخدوا دورات تكملية مدتها 6 شهور سنة معفاة من الرسول فإذا تقدر تعمل فلوس تقدر تعمل فلوس بس يسأل نفسك سؤال عندك ايه تعرف تسوق بيه نفسك يعني هي القصة مش فلان بيقبط كام شوف هو عنده ايه هذا الشاب يخرج جامعة أجاد لغة أجاد كمبيوتر أجاد انترنت أكيد عنده مهارة تانية وبالتالي اشتغل في تخصص عليه طلب لكن انت بتقوليش انا خريج أداب تاريخ ولا خريج زراعة وتقولي انا علي طلب انا مش لها اشتغل الله ما انت بتنتقى مهنة مش هينفع ينفع حد النهاردة يجي يقول انا هاشتري مكنة اسني بس سكاكين وامش في الشارع مين يسني سكاكين ينفع النهاردة حد يجي يقول اصلح بابور جاز طبعا بعض من حضراتكم الشباب اللي بيسمعني ما اعرفش عن ايه بابور جاز لكن انا من جيل اعرفه كلام ده انتهى مكواجر رجل انتهى الصحافة الورقية في طريقة للاختفاء اذا انت تستطيع ان تحصل على دخل عالي اه النصيحة التانية اللي انصحها لك قالها الرجل الاعمال السعودي الكبير الراحل صالح كامل شيخ صالح كامل قال يعني حاول بقدر الامكان تبتعد عن الوظيفة مش في السنوات الاولى من عمرك لان السنوات الاولى لازم تاخد قبرة بس فيما بعد لازم يبقى لك مشروعك الخاص الوظيفة لن تجعلك غنيا ولن تجعلك تحقق احلامك ولكنها تبقيق حيا يعني على قيد الحياة لكن العمل الخاص الناس اللي اشتغلوه هم دول اللي بيحققوا فيه السروات بس طبعا حلال نرجع بقى كل ده اذا الرئيس السيسي لما قال لن اشعر بالسعادة الا لما داخل المواطن يصل لعشرين الف جنيه ان شاء الله اعتقد لو استمرنا بهذا المعدل من الانجاز احنا في الطريق احنا في الطريق لكن هناك شركات استثمارية اجنبية بتأتي في مصر زي شركة مرسيدس اللي دخلت منطقة الاقتصادية فيه العنو السقنة وفيه شركات صينية العمل فيها هيبقى بهذا الشكل ايجادة لغة كمبيوتر لغات وبالتالي انت تستطيع ان تلطاح بهذه الشركات الرئيس السيسي مكلف رئيس الوزراء والدكتور خليد عبدالغفار ووزيرة التخطيط اللي اعلنت عن انشاء خمس جامعات تكنولوجية بتكلفة ثلاثة ونص مليار الرئيس السيسي قرر انشاء جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الادارية الجديدة يبقى انت عليك ان تذهب الى رغة العصر الى الميتا فيرس هو ده العالم اللي جاي ما تقعدش قاعد بقى على الجامعة فرحان رايح اربعة ايام دول واعد على الاقوى وبتشايت مع البنات وديجي تقول لي انا اتخرقت فين الشغل لا ما فيش شغل هيجي لك لما اتطور نفسه فالرسالة الرئيس هيعملها كدولة قدامه شوية على البال ما يفتح هذه المشروعات بس هو ما قالش انا كحكوبة هديك العشرين الف هو كحكوبة هيعمل ايه هيوفر مناخ يجي مستثم يشتغل يقول لك انا عايزك تعال اشتغل عندي ترجمة نانسي قنقر